من يولي 16 ليولي 2018 من يولي كم؟ 2016 يبقى يولي 2018 ان شاء الله بيزيلا يا رب يرجع علينا ويرجع بطل كما كان ويكون درس اتعلمناه جميعا شكرا جزيلا للدكتور أسامة غنيم المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات وزي ما شبت حضراتك مهم ما كنتش متوقع تطور كده يعني خبر مرين جدا في المكافحة صحيح يمكن على جزء من الشاشة زي ما حضراتكو شايفين بعثة الاهلي في طريقها إلى سوسة أو دخل سوسة خلاص على مشارف مدينة سوسة يوصلهم بسلامة بإذن الله ان شاء الله علشان يدخلوا بقى في مود التركيز طوينا صفحة التراجي ودخلنا بشكل أساسي في التركيز في هذه المباراة المهمة يوم الحد زي النهاردة وزي أي نهاردة لحظة أسعادة الأهلوية 28 سبتمبر ولكن سنة 74 4 صفر في 28 سبتمبر 74 إيه اللي عندك بقى؟ كابتن طهر الشيخ خلاص يعني قصة إنه يجي زي دي قصة طويلة شوي أي وأنا كنت بقوله يا طاهر أنا عدت معاه أربع أسابيع هناك طب ليه عدت أربع أسابيع؟ إنه كنت مسافر على حسابي وكنت واخد تذكرة اسمها يوسفير يعني في معمولة للشباب التذكرة كانت بـ 28 جنيه ما أقدرش أرجع مصر قبل أربع أسابيع فقعدت الأربع أسابيع عنده وعند أخويا هناك كان ليه أخ هناك في كندا فالإقامة ضبرت أنا خرجتش ما سافرش على حساب النادي الأهلي سافرت على حسابي والفريق مرتاجي قال لي لما جبتوش مش حصرف لك حاجة لو جبتوه حديرت تمن التذكرة فطبعا لما روحت قلت طولة طهر إحنا خلاص اتفقنا طبعا قصة طويلة يعني عادنا للفجر نتكلم وبعدين خلاص خلصت الاتفاق معاه وبعدين قلت له طبعا عايزين نرجع هترجع تلاقي فرقة حديد في النادي الأهلي جب نفلان وجب نفلان وجب نفلان وأنت مش حابق لك مكان لأنك بتجرر إيه أنت آه بقول لك قلت له أربع أسابيع لازم ترجع لقال لخمسين أو ستين في المية من مستوك آه فمش عايزك ترجع من الصفر الصفر حيروح عليك الموسم آه فقلت له اتفق لنا مع الشات مدارس والجامعة كده نعمل مطشات معاه آه أطلع الصبح أمرن طير الشيخ آه يجري أتعب أروح هو الجبل الطريب يتعمل زي الودعة آه فانت لان تطلع ما تقدرش تنزل إلا زي وصلت للقمة فلما أتعب أروح أنا معدي وأعدله عند المنزل آه هو بقى عشان ينزلي لازم يكون وصل للقمة أبص في الساعة آه مش عارف إيه آه خدها في كم دقيقة آه طب لازم تيزيد طب آه كرة بالهد كرة مش عارف آه حاجات بلدي كده آه بس ولعبنا حداشر مباراة حداشر مباراة آه هناك آه طبعا لعبنا في الغابات كلها فيها ملاعب آه كرة القدم مش مشهورة هناك آه آه في ملاعب بس يعني بعضها صغير بعضها كبير المهم بعضها الجاليات لما عارفوا أنه في لعب كرة من مصر موجود طب عايزين نلعب معاكم نلعب مع الجاليات من الحداشر ماتش دول آه كان فيهم كذا ماتش بوسات كده آه 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 فطال نزلنا نزلنا يوم الخميس النور اتقطع قال لي أنا عايزة سافر اسكندرية أسلم على قلت له النور مقطوع وانت تقول لي سافر اسكندرية مستحيل حسيبك من إيدي اللي لما الكرنيه يطلع آه قال لي ده النهاردة الخميس قلت له السافر السابت آه وبعدين إيه ما هو حسيبه أباته الكرنيه في جيبي آه طبعا قلت له آه قال لي طبعا عمل قلت له حد مات عندي لمين دول قال لي عايزة شوفه طب لي يا أخت جوزة طيار هنا في مصر قلت له تعالى نروح له آه كلمهم قال لهم أنا في المطار أولا رحنا خدت 30 ساعة من كندا الي هنا من هنا لأنه وقفنا في أمستردام آه ترانزيت تسعة ساعات وبعدين نقلنا يعني مشقة رح آآ كابتن آآ ضياء زاكي آآ وبعدين آآ جوز أخته وبعدين أكلم أهله في اسكندرية وبعد عندي الصبح رحنا النادي قابلنا مستر هيدكوتي كان عندنا ماتش بقى يوم الحد مستر هيدكوتي تخير الشيخ مش عارف إيه انبسط الراجل منه قال له انزل اتمرن معاي قال له ده أنا لسه جاي مبارح قال له انزل ففوجئ إنه هو قادر يكمل التمرين في حد على التليفون لا لا بس احنا بننوه إنه قدامكو زي ما انتوا شايفين وصول بعثة الأهلي إلى مدينة سوسة انتوا مع الاوتوبيس لحظة بلحظة عشان تكونوا فعلا في قلب الحدس لكنه الاوتوبيس ماشي في الشارع آآ لكنه انتوا شايفين والمهندس عادل بيحكي أيضا قصة مهمة جي طهر الشيخ المهمة أنا بحكي لك ديلي أنا بحكي لك كل ده عشان كلمتين اللي جايين أي اتمرن يوم الخميس الجمعة رحت السبت طلعت الكارنيه بتاعه ها هو لعيب خلاص آآ وقامت روهاو ما عندوش عقد وبقاله أكتر من سنة آآ ف وجبنا جبنا كمان للسغنى ودي قصة تانية آآ من النادي الولمبي كان طالب خمسين جيبناه بخمسة بعد ما سافر آآ أنا بساس كمال حافظ رحو طلع آآ فبفجئ إن طاهر الشيخ في التشكيلة الرئيسية آآ بعد أقل من تمانية واربعين ساعة آآ هي دي كوتي قال لك يلعب فبقول لك يعني شوف الشوات اللي عبط اللي عملنا في كندا مطلقش عبط آآ يعني لعبوا هافطايم جاب جولين آآ منه جول أنا فاكروا برجله شمال فرستايم في الزاوية داية المميز هو بدي آآ المرجح ومدرج الأهل دا بقى يتنطط آآ قدم نفسه آآ أحسن تقديم صياتوك أنت بس صحب لا صياتو طاهر أنا مالا يعني محدش عارف إن أنت اللي جايبه يعني عديد أصحابي بقى اللي جايبه آآ وأنا مكنتش ساعتها أسنان مكنتش عدو مضيس إدارة حتى في النادي الآن آآ آآ أنا كنت عدو نادي آآ تدخلت ستة وسبعين أنا دخلت ستة وسبعين آآ 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 � آآ مال